اشتركوا في القناة في حادث غرق القارب في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة القوات العراقية تعلن نجاحها في استكمال فرض الامن بكاركوك ورئيس الوزراء العراقية يعتبر استفتاء الانفصال من الماضي مرحبا بكم مشاهدين التحقيقات في ملابسات حادث غرق قارب المهاجرين خلصة الذي جد ليلة الثامن من اكتوبر الجاري جراء استضامه بخفيرة عسكرية التحقيقات جارية بعد وبنسق حثيث هذا ما اكدته الوكالة العامة للقضاء العسكرية التي اكدت ان العمليات تتم تحت اشراف قاضي التحقيق العسكرية في كنف ما يفرضه استقلال سلطة القضائية وحيادها وطبق املاءات القانونة على خلفية تواصل التداول الاعلامي بخصوص واقعة غرق القارب اثر استدامه بخافرة عسكرية برواية مختلفة مبنية على استنتاجات وتخمينات من شأنها التأثير على سير الابحاظ رغم سدور بلاغا في الغرض اكدت الوكالة العامة للقضاء العسكري في بلاغ توضيحي انها لن تتوانى عن تتبع كل من قد تثبت مسؤوليته في القضية دون التوقف عند صفته او مركزه مشيرة الى انها ستتولى موافة الرأي العام تبعا بتطور الاحداث واضفت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري انه تم باذن من قضي التحقيق العسكري انتشال 46 جثة من اعماق البحر وازدار التسخير الفني اللازمة للتعرف على هوية اصحابها في اسرع الاجال وتكليف فريق غوص لاخذ سور للقارب القابع في قاع البحر ومعاينة حالته لاستكمال الاستقراءات وتحديد المسئوليات وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اوصى خلال مجلس وزاري مضيق انعقد امس حول قضية الهجرة السرية بمزيد الاحاطة والعناية المعنوية والمادية العاجلة بعائلات ضحايا حادث اصدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين بوحدة بحرية تابعة للجيش الوطني وبتعزيز امكانيات الخلايا الجهوية المحدثة في الغرض وافدت رئيسة الحكومة في بناغا لها بان المجلس استعرض تقدم التحقيقات في ملابسات الحادثة مبينة ان رئيس الحكومة اكد على ضرورة استكمال التحقيقات في اقرب الاجال والكشف عن نتائجها للرأي العام وعلى ضرورة تحديد المسئوليات في هذه الحادثة وتطبيق القانون والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التشكيك والتجذوبات كما عبر المجلس عن تضامن الحكومة التام مع عائلة الضحايا امام هذا المصاب الجلل معتبرا ما وقع بمثابة الكارثة الوطنية مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تكاتف كل التونسيين من مختلف الفئات والجهات في مثل هذه الظروف العصيبة وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرعس فاقس قد اعلنت بالتعاون مع جمعيات من المجتمع المدني عن تشكيل تنسيقية ائتلاف مدني تعنى بمتابعة قضية غرق المركب المقل مهاجرين بسواحل قرقنا ومساندة اهل الضحايا تشهد منطقة بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد اليوم ضربا عما يشمل قطاع التعليم واغلب المؤسسات والمحلات عدا عن مسيرة شعبية بعد وفاة عدد من ابناء الجهة وذويهم في حادثة غرق المركب بعد اصطدامه بالخفرة العسكرية بينما كانوا في رحلة هجرة غير قانونية عرض سواحل جزيرة قرقنا وكان ممثل عدد من النقابات المحلية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني اعلنوا في بيان احتجاجي اصدروه امسا كانوا اعلنوا الدخول في سلسلة تحركات احتجاج تعبيرا عن غضب اهالي المنطقة في جديد الخبر البرلماني العائد بعد عطلاء لم تخصص جلسة الدورة البرلمانية الجديدة الافتتاحية فقط لاستعرض تركيبة مكاتب اللجان البرلمانية بل كان لحادث اصطدام الخفرة العسكرية بمركب نصيب من تدخلات النواب القت حادثة استدام خفرة عسكرية بمركب ما ادى الى وفاة اكثر من اربعين الشابا تونسيا بذلالها على افتتاح الدورة البرلمانية العادية الرابعة من المدة النيابية الاولى وطلب بعض النواب بضرورة احداث لجنة تحقيق برلمانية والى الدولة اهتماما خاصا بشباب تونس نحن كجابة شعبية نطالب اولا بتكوين لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الاسباب الحقيقية لهذه الحادثة لانهم شباب تونس خرجوا من تونس وهربوا من تونس نتيجة الفقر والحرمان والميزيري اللي عاشينا هذا اولا ثانيا على المجلس ان يصدر بيان ويفتح تحقيق جدي حول اسباب والمسبات لادة الحادثة قد يكونون اساء التقدير قد يكونون وقعوا ضحية من تلعب بهم ولكن هذا جزء من شباب تونس الذي من واجب هذا المجلس ان يرسل له رسائل الاهتمام انا كل سراحة ادعو المجلس والحكومة والرئاسة الى العودة الى شعبها كيف نجوف مؤسسة كما هذه الكلام الخشبي والكلام المنمق والكلام الفرغ ماذا همش البلاد توات وشوفنا كيفاش الحكومة عاملت الحكومة تتكلم كأنها ما صار شايفة البلاد ما تماش خلية ازمة كانا مساتين قطوس مشو فم قوارب مجهولة سيد رئيس جينا من بقايع اخرى اللي يتهز في اولادنا واللي قاعد يتغرر بيهم وبالمناسبة نحب ندعي شبابنا في قبلية وفي بوزيد وفي كل انحاء الجمهورية نقول لهم رأي ايطاليا ما هيش اكل جنة اللي تستنو فيها واخلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية الرابعة قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد النصر ان البلاد تمر بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة ما يتطلب من المجلس تحمل مسؤوليته عبر تعزيز مهمه الرقبية والتشرعية مع اثراء عمله في مجال الدبلوماسية البرلمانية وهذا يجرنا الى التأكيد على اننا مجلس نواب الشعب ولسنا مجلس نواب الاحزاب كما اننا نجسم التعددية السياسية والفكرية في المجتمع التونسي لكننا ننتمي الى وطن واحد وقد خصصت الجنسة الافتتاحية للاعناني عن التوزيع للمسؤوليات داخل مكتب مجلس نواب الشعب واللجان التشريعية واللجان الخاصة بعد ان تمت توافق بخصوصها خلال جلسات سابقة بين رؤساء الكتلي ومكتب المجلس وفي خبار اخر يعكس شدة موجة الهجرة غير القانونية هذه الفترة انقذت وحدة من جيش البحر صباح اليوم اثنى عشر مهاجرا غير قانوني تونسيين كانوا على متن قارب على بعد سبعين كيلو مترا عن جزيرة قرقن بلاغ وزارة الدفاع الوطني في الغرض قال ان المركب توقف عن الابحار بسبب نفاذ الوقود وفي الذكرى الخامسة الاختيال المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطوين لطف نقذ استقبل رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي ارمالة الشهيد هدى نقذ وتحدث اليها بخصوص سير القضية التي بلغت مرحلة الاستئناف واطمأن كذلك على احوال وسرتها في شان اخر دعم العمل البلدي عن طريق المؤسسات الصغرى لفائدة اصحاب شاهد العليا كان محور الملتقى الاقليمي الاول الذي انتظم اليوم بمركز التكوين ودعم المركزية بحضور ممثلين عن وزارتي شؤون المحلية والبيئة والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في بادرة لتشجيع اصحاب شاهد العليا لدعم العمل البلدي عن طريق المؤسسات الصغرى وارساء سياسة قطاعية للتشغيل والمساهمة في توجيه منوال التنمية طرح المشاركون خلال الملتقى الاقليمي الاول الذي انتظم في الغرض الاطار القانوني والاجراءات العملية لابرام السفقات بالتفاوذ المباشر مع المقاولات الصغرى لاصحاب الشاهد العليا البلديات هو مشتري عمومي ينجم يتفاوذ مباشرة على المقاولين هذوما على شرط باش ما يفوتوش ستمائة الف تنار كسفقات بين كل المشتريين العموم لنفس المقاولة لتعويض النقص الحقيقة اللي موجود في مستوى البلديات من ناحية الموارد البشرية ومن ناحية الامكانيات والتجهيزات تعرفوا اللي نسبة التأثير في البلديات يتمثل 1.6% وهذا يلحق رقم ضعيف ياسر وقد تم خلال هذا الملتقى تقديم بعض التجارب على مستوى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبلديات فيما يتعلق بتهيئة المساحات الخضراء والتنوير العمومي وسيانة الطرقات الدعوة والتحفيز والتجيع البلديات على التعامل مع هذه المقاولات أو يعني بعض مقاولات أخرى للتعامل معها في إطار إنجاز ما يتعين إنجازها لتسهيل الحياة اليومية الطرقية على المواطن يعني تشوفوا مع الأسف هناك عديد طرقات داخل المدن داخل المدن وداخل البلديات اللي تطلب التدخل قسط الأول فم 92 مؤسسة تم بعثهم وإن شاء الله اللي هم فيها ثلاثة اختصاصات وبالنسبة للقسط الثاني اللي هم في المشروع وإن شاء الله مش ينطلق قريبا اللي هم فيها ثلاثة وتسعين شركة فيهم أربع اختصاصات تبقى الشراكة الفاعلة بين البلديات والمؤسسات الصغرى عاملا أساسيا لحل العديد من الإخلالات داخل الجماعات العمومية المحلية مع توفير الحوافز المالية لإنجاز هذه المشاريع ذات الاهتمام المشترك استجابة لحاجية المواطن فضل زعات في مجال التجارة والاستثمار هو أبرز مهام المركز التونسي للتحكيم والوساطة ومجلس المحكمين الدوليين الذي افتتح مؤخرا فرعا بمدينة اسفاقس انطلقت أعماله بتنظيم دورة تدريبية لتكوين المحكمين في كيفية التعامل مع النزاعات في مجال الاستثمار المركز التونسي للتحكيم والوساطة ومجلس المحكمين الدوليين بشمال إفريقيا يفتتح مكتبا في اسفاقس ويقدم المختصين فكرة عن التحكيم وعلاقته بفضل نزاعات في مجال الاستثمار سيدة المحامين مشاركين سيدة القضاة سيدة الخبراء المحاسبين مهندسين فلاحين رجال أعمال عدول الشهاد عدول التنفيذ الدعوة مفتوحة إلى كل العائلة القضائية إلى كل من له علاقة بالاستثمار إلى كل من له علاقة بسير القضاء والحصول على الحق بأيسر السبل وخاصة تشجيع الاستثمار الدوليين التحكيم هو يهتم بفصل المنازعات التي تتعلق أساسا بالتجارة والاستثمار واسفاقس هي عاصمة الاستثمار في تونس ذلك خطوة هامة لنا وخطوة هامة في نشر ثقافة التحكيم التحكيم هو إذن ذلك الجسر الذي يسهل مسألة فصل النزاعات في مجال الاستثمار وهو بذلك يصبح حلا أمام المستثمر لجدواه وفعاليته التحكيم عنده برشة مزاية أكثر من أنه الصرعة عنده النجاعة أنه العباد اللي يلعبوا دور المحكم هم عباد مختصين في التحكيم ثاني حاجة التحكيم عنده سرية خطوة ساعات يجيك مستثمر سواء تونسي أو أجنبي يحب السرية هذا الكل يتم التعاقد عليه في اتفاقية التحكيم ما بين مثلا نقوله إذا مستثمر يستثمر في الدولة التونسية ما بين المستثمر والدولة التونسية يتم الاتفاق على هذا الكل معناها هذا كنتيجة ماذا يعطي يعطي لكون المستثمر يتكون له ثقة يقول حتى في سورة وجود نزاع حل النزاع سيكون واضح مجلس المحكمين الدوليين بالتوازي مع المركز التونسي للتحكيم والوساطة يؤسس لنشر ثقافة التحكيم عبر إنشاء مجموعة من المكاتب في سوسة وجابس واسفاقس على أمل الوصول إلى مختلف ولايات الجمهورية جديد أخبار العالم نستهله من العراق حيث أعلن الجيش العراقي اليوم نجاحه في استكمال فرض الأمن بمدينة كاركوكا بعد عملية عسكرية خطفة شنتها القوات العراقية على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية المنسحبة إلى خط يونيو جوان أربع عشرة والفين بعد فشل الحوار مع الأكراد واختيار القوات العراقية التدخل العسكري أعلن اليوم في كاركوك عن انتهاء المهم بنجاحها وقالت قيادة عمليات فرض الأمن في المدينة إن عملية فرض الأمن قد اكتملت في مناطق استراتيجية من أبرزها مركز المدينة ومطار كاركوك وقاعدة عسكرية ومنشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد الكهرباء والحي الصناعي الاستراتيجي جنوب المدينة التي كانت تحت سيطرة القوات الكردية تقدم انسحبت على إثره القوات الكردية إلى خط جوان أربع عشرة وألفين قبل ثلاث سنوات من اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لشمال العراق وغربه وبعد انتهاء العملية العسكرية التي امتدت أربع وعشرين ساعة أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي قال أن عملية كاركوك ضرورية لحماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم بسبب الاستفتاء أصدر أومره برفع العلم العراقي على جميع المباني الرسمية في المدينة والمناطق المتنازع عليها مع إربيل الاستفتاء الانته صار ماضي حصل في فترة زمنية ماضية نتائج انتهت كنا نتمنى هم ينهوا بصراحة طلبناهم لن يصير انتوا انوا احنا نهينا على الأرض من جهته توعد أكراد إقليم كردستان الحكومة المركزية بدفع ثمن غاليا هذا وتعد مدينة كاركوك من أقدم المدن العراقية التي تمتاز بمخزونها النفطية والتي ظلت لسنوات منطقة نزاعا وتوتر بين بغداد وإربيل بعد سيطرة الكاملة على مدينة الرقة واستعادتها من تنظيم داعش الإرهابية حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة رغم انتهاء المعارك بعد أربعة أشهر من الحرب الرقة المعقل الرئيس لتنظيم داعش الإرهابي تنتصر فيها الفصائل السورية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن منيت تنظيم الإرهابي بهزيمة أفقدته السيطرة على واحدة من أكبر المدن الاستراتيجية وآخر معاقل التنظيم الذي اجتاح الرقة في جنف 14 و2000 وانتزع السيطرة عليها من المعارضة المسلحة المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد ويرى محللون مختصون في شؤون الشرق الأوسط أن الاستعادة السيطرة على الرقة أهمية رمزية غير أن الأهمية الأكبر تتعلق بانتصار باهظ ثمن على حد تقديرهم فمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية للسنة ستكون على نفس درجة أهمية المعركة العسكرية حتى لا يظهر تنظيم إرهابي آخر الرقم بعد استعادتها من تنظيم داعش الإرهابي يقول محللون أن من بين المشكلات الكثيرة التي ستشهدها مشكلة توفير الأموال للمساعدة في إعادة بناء المدينة المدمرة وكيفية دعم الحكومة المحلية الوليدة في مواجهة تمرد محتمل لمحاولة استعادة السيطرة على المدينة أو محاولة التسلل لتخريب الأمن والحكم والإدارة في الأثناء حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في الرقة رغم انتهاء المعارك ذلك أن 270 ألف شخص أجبروا على الفرار من المدينة ما زالوا في حاجة إلى المساعدات فضلا عن عشرات الآلاف من المشردين في دير الزور المجاورة ديبلوماسيا أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تزال متزمة بعملية جنافل السلام مضيفا أن الولايات المتحدة والحلفاء سيواصلون تقديم المساعدات الإنسانية ومساندة الجهود الرامية لاستقرار المناطق المحررة من حكم تنظيم داعش بما في ذلك الاستمرار في إزالة العبوات الناسفة البدائية وغيرها من المتفجرات وإعادة الخدمات الأساسية وتجديد المدارس بدورها أعلنت السلطات التركية إعادة فتح معبر حدودي مع سوريا أمام شاحنات التجارية كما ستعيد فتح معبر آخر خلال الساعات القادمة كما رفعت القيود المفروضة على المستلزمات والمواد التي يمكن للشاحنات نقلها أدنت الحكومة الفلسطينية تقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثمان مؤسسات إعلامية وشركات إنتاج فلسطينية تعمل في مدن الخليل وبيت لحم ورمالة ونابلوس بالضفة الغربية وإغلاقها لمدة ستة أشهر بدعوة بثي مواد تحرض على الإرهاب إلى جانب اعتقال فلسطينيين المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قال إن الاقتحام جار بحجج واهية لا تصنف إلا تحت عنوين الاعتداءات التي يصر الاحتلال على تنفيذها ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته وأرضه في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان دنفجار استهدف شاحنة شرطة إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل قالت الشرطة الباكستانية إنها كانت تقل قوات أمن لقي أربعة منهم حتفهم مع اثنين من المرة عند مشارف المدينة الشرقية فيما يتواصل البحث عن منفذ التفجير مهلة جديدة منحتها إسبانيا إلى زعيم كتالونيا كارلوس بيك ديمون إلى حدود الغد ليقدم إجابة صريحة وواضحة حول إعلان انفصال الإقليم من عدمه وحذرت من أنها ستفرض سيطرتها المباشرة على كتالونيا إذا صر الإقليم على الانفصال وكان بيك ديمون صرح أمس الأول في رسالة إلى الحكومة أنه سيسعى خلال الشهرين المقبلين للتحاور معها حول انفصال الإقليم حجب قاضي أمريكي قرر رئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود على دخول مواطن ثمان دول إلى الولايات المتحدة كان من المقرر أن تدخل حيزة تنفيذ هذا الأسبوع الحظر استهدف المسافرين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال والشاد وكوريا الشمالية إلى جانب مسؤولين حكوميين من فنزويلا وكان أحدث تعديلا للسياسة استهدفت قبل ست دول ذات أغلبية مسلمة وقيدت تنفيذها المحكمة العليا الأمريكية جديد الرياضة يحمل اليوم خبر تحول المنتخب الوطني كرة طائرة غدا الخميس إلى القاهرة ليشارك في بطولة إفريقيا للأمم التي تقام من 22 إلى 29 من أكتوبر الجاري البطولة ستشهد مشاركة 17 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات ثلاث منها بأربعة فرق ومجموعة بخمسة على أن يترشح صاحباء المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع نهائية فيما يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة العالم المقررة من العاشر إلى الثلاثين من سبتمبر ثمان عشرة وألفين بكل من إيطاليا وبالغاريا نهاية الموعد الإخباري مشاهدين الكرام إليكم فيما يلي تذكيرا بعناوينه القضاء العسكري ويؤكد عزمه تتبع المتورطين في غرق القارب الذي استضم بخفرة عسكرية نواب يطالبون بضرورة أحدث لجنة تحقيق برلمانية في حادث غرق القارب في افتتاح دورة البرلمانية الجديدة القوات العراقية تعلن نجاحها في استكمال فرض الأمن بيكاركوكا ورئيس الوزراء العراقي يعتبر استفتاء الانفصال من الماضي بوابة تلفز التونسية على ذماتكم مشاهدين حتى تتابعوا أخبارنا كلها نلقاكم على خير